طيب حاجة تانية متعلقة بقى باستعدادة الاهلي لمباراة تاسيمبا التنزيل النهاردة كلنا عارفين النهاردة الأربع قبل المباراة بـ 48 ساعة تبقى لبروتوكول الاتحاد الافريقي في الإجراءات الاحترازية بخصوص كوفيد-19 فيروس كورونا طبعا لازم تعمل النهاردة المسحة الطبية قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة والفعل قدامكم على الشاشة اللقطات الخاصة والحصرية على شاشة قناة النادي الأهل لإجراء الجهاز الفن واللاعبين مسحة كورونا قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة إجراء احترازي تبقى للبروتوكول اللي وضعوا الاتحاد الافريقي من خلال لجنة الطبية وبيتم قبل كل المباراة الافريقية بـ 48 ساعة قبل كل مباراة قدامنا طبعا عدد من أفراد الجهاز الفن الكابتن سرب الحفيز طبعا بقى يعني الآيكونة الكورونا بالنسبة لنا في إجراء المسحة جونيور أجايي يعني بتبقى معاناة بالنسبة له عدد من المساحات يعني الفترة اللي اتعامل فيها راب التستي كانت بالنسبة لجنة الأجاييك كانت من أفضل الفترات لكن طبعا في بروتوكول الكورونا بالنسبة للكاف والاتحاد الافريقي لازم مسحة طبية فبتبقى فيه معاناة نصر ماهر كمان إن شاء الله بإذن الله يكون ليه دور في الفترة القادمة بعد العودة من الإصابة ولعل أوعصة إن شاء الله يكون فيه استفادة من قدراته في مباراة سينبا التنزاني أيضا كمان مصطفى شبير الحارس الصاعد موجود مع محمد الشناوي وعلي لطفي كل اللاعبين إن شاء الله يكونوا جاهزين بالنسبة للمرحلة القادمة وهذه اللقطات الخاصة من إجراء مسحة الكورونا اللي اتعاملت النهاردة بالمناسبة تبقى للبروتوكول لازم نتيجة المسحة تظهر قبل تحرك الفريق لملعب المباراة بساعتين تبقى للبروتوكول لكن طبعا ممكن بكرة إن شاء الله تكوني نتيجة طريقة يوم الخميس لكن الحد الأقصى تبقى للبروتوكول عشان نتيجة تكون ظهرت لازم تطلع قبل تحرك الفريق لملعب المباراة بساعتين مش قبل معادل المباراة بساعتين لا قبل التحرك لملعب المباراة بساعتين وأنا عارف الفترة الأخيرة في المباراة الإفريقية كان فيه مشاكل كثيرة في هذا الأمر لكن من الفترة اللي جاية طبقا لقرار المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي هيكون فيه اتصال مع جهات مستقلة بتعمل مع منظمة الصحة العالمية عشان تكون هي المنوطة بإجراء اختبار كورونا لكل المنتخبات والأندية في المسابقات الإفريقية منعا لأي تلاعب أو أي أزمات ومشاكل أسيرت بسبب الأحداث الأخيرة في عدد من المباراة الإفريقية طيب فريق سيمبا التنزاني طبعا هيأخذ هذه المباراة وهو متصدر المجموعة ب13 نقطة ففريق سيمبا كان ليه رحلة خاصة خلال اليومين اللي فاتوا ومن خلال الموقع الرسمي لسيمبا التنزاني أعلنوا عن رحلة الصفر بالنسبة للفريق الفريق سافر بالأمس في آخر اليوم أو في بعد المغرب مباشرة يمكن الفريق توجه من خلال رحلة خاصة إلى دبي كانت رحلة طيران استمرت حوالي 8 ساعات ثم الفريق كان موجود في مطار دبي طرنزيت حوالي 4 ساعات ثم استقل الطائرة مرة أخرى من دبي إلى القاهرة ليصل اليوم في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة سيمبا التنزاني هيكون في تدريب مساء اليوم استشفائي بالنسبة لكل اللاعبين وغدا هيكون التدريب الرئيسي والأساسي لسيمبا التنزاني على استاد الأهل والسلام استعدادا لمواجهة الأهل قدامكم على الشاشة بعض الصور واللقطات لفريق سيمبا التنزاني من مغادرته من دار السلام في تنزانيا رحلة الصفر بيتخلالها ترنزيت في دبي وطبعا كلنا عارفين أن بعض الدول الإفريقية بيكون الأفضل لها رحلة الصفر تكون إلى دبي ومن دبي إلى القاهرة نتيجة مثلا رحلات الطيران خاصة لو مش رحلة خاصة دي لقطات لفريق سيمبا التنزاني النهاردة فور الوصول إلى القاهرة وطبعا هيكونوا مقيمين في إحدى فنادق مصر الجديدة القريبة من ملعب الأهل والسلام هيكون فيه تدريب مسائي اليوم وبقرى إن شاء الله بإذن الله هيكون فيه تدريب رئيسي على ملعب الأهل والسلام وهيتحدد موعد المؤتمر الصحفي لكل الفريقين اليوم عشان بقرى المؤتمر يكون متاح لكل وسائل إعلام قبل المباراة بـ 24 ساعة ده بالنسبة لفريق سيمبا التنزاني والمسحة الطبية